بشبانز اسم حمود في اطار انك بتشتغل في الصناعة دايما لما بنقعد مع مسؤولين في الحكومة المصرية بيكلمونا عن الدولة العميقة الفساد اللي موجود في الطبقة اللي تحت المشكلات اللي بتواجه الناس بيقولوا احنا كحكومة بتواجهنا هذه المشكلات المشكلة مش عند الوزير ما دون الوزير وانت نازل بيعطلوا اي حاجة في الدنيا ايه المشاكل اللي بتواجهكوا كرجال صناعة تساعدك على التصدير يعني انت بتغطي السوق المصري مثلا اتفاد بص انت لو رحت بلد زي الصين انت من ساعة ما توصل وباب التغير يتفتح لغاية لما يتقفل كل من تقابله هو معني بالتصدير تروح تقوله عمال عايزة بيعلك رخام مصري يديلك ظهر ايه ده عايز فلوس شغلته كل بني آدم صين يتقابله مختص بالتصدير فيش حد بتاع استراد فده ده كونسيبت طب ده عنوان حب اه طيب تعالى بقنا نتكلم الدولة نظرتها للشركات ايه فيه الاف الشركات عشالات الولوف في الشركات في مصر ايه الدولة نظرتها للشركة دي ايه الشركة دي لازم تصلف عدو ولا حبيب عدو يعني ايه مين هو الحبيب اه دولار ايه شركة بتصدر بتجيبني دولار عدو بيستهلك الدولار واحد عنوانه كده شركة استراد ده عدو ايه ده بيستهلك الدولار بتاعي ايه ده حربه طبعا انا الشركة اللي بتصدر اعمل لها ايه الشركة اللي بتصدر دي عادة بتستخدم مواد خام وبتستخدم مكان ايه اللي اتنين ما عندناش منهم فانا بستورد شوية خامات عشان اصلح حاجتي واصدرها كل ما هو رو ماتيريال يجب ان تنظر الدولة اليه ان ده دعم للصناعة رو ماتيريال خامة حاجة جاية في شكارة دي رايح للمصنع مش رايح للزبون مش منتج تام ده جزء مكمل خصوصا اللي مش موجود في مصر ما عندناش خشب ما عندناش كاكاو ما عندناش بديل زبدة ما عندناش بلاستيك زيت عندناش زيت فده خلاص الزيت ده جاي كنتينر زيت ولا مركب زيت دخلا خلاص دي عزيم سلام تفضل يا عم تخلصتوا بسرعة مش يدركا يبقى يبقى ايه يبقى مطقق وطالب الدولة المصرية باعفاء كل ما هو خامات من اي عقباته من اي موانع كنتينره يتفتح يخش على الجو ده عزيم سلام تمام وفي المقابل الراجل اللي بيصدر اسهله اجراءاته ودعمه كل الدعم ده راجل بيصدر بيجيب لنا دولار افتح له لبواب طبعا الراجل اللي الراجل النظير بقى بتاعي اللي هو رايح يستورد حاجة ويدفعني فيها ده من قلبي خصوصا الحاجات اللي ملهاش لازمة قوي اللي ملهاش لازمة لكن في الملهاش لازمة قوي فيه مستورد نص عدو اللي هو بيجيب لي الروب تيريز مانا مش كل الروب تيريز بقدر جابها فيه بجيب من تاجر تاجر ده بيستوردها ابقى ابقى انا اسهل اسهل للتاجر وسهل للمصنع انه يستورد حاجته بسلاسة ببقى سامة ده هيحتاج دولار وانا عندي ازمة في الدولار هنا بقى بننصح زي ماينا الشركات المماثلة العريقة اللي موجودة في السوق اول حتى الجديد يعمل توازن انا بعمل ايه توازن بصدر وبستورد نخلي محفظة دي زي محفظة دي الاتنين شبه بعض فدولاري عندي خلاص ما بقيتش الازمة واجعاني وبقيت راجل نيوترل ويمكن يبيفيد شوية انت جبته دولار حيتحط في حسابك في البنك ولما يطيجي تدفع يدفع من حسابك بس استخدمه لكن مؤخرا زهر بعض الحاجات الزريفة واحد بيستورد مش هعرف شاشات ولا الكترونيات ولا مش هعرف عربيات ولا ايه يصدر بصل يصدر بصل بسعر ويخسر فيه عشان يبقى سمو بيصدر بيجيب دولار فيستخدم الدولار فيستخدم حاجة تانية الدولة لازم تبصى الحالة دي حصلت كتير في ناس النهاردة بتصدر بخصارة بسبيل انه يجيب بديها مش انا هنا بصدر ايه اه بس ما هو ده يأثر على السوق لما بيشتري منتج انا محتاجه انا بصدر حاجة فيها شوية مكون اجنبي غزبا عني فيها كتير مكون مصري فيها اعمالة مصرية فيها خمات مصرية كل ده مع بعض ويجيب لي الدولار وبكسب فيه فيبقى فيه هنا قيمة مضافة ايه انما يا فرحتي ان انت اخدت برطقان صدرته اشتريت منتجات جاهزة اه وضربتلي السوق هنا طبعا في حاجة تانية مهمة جدا بقى اذا كنا جدين وعايزين لنافس بجد والسوق العالمي تايد جدا ومنافس جدا يبقى احنا مطلوب نعمل دعم الصادرات الفعلي الحقيقي المؤثر النهاردة احنا مناخد دعم الصادرات بس باخده ايه بقى اه بعد خمس سنين بعد اربع سنين و يعني كده بحلقلي فيه يقول لي انه هتديلك فلوس طب بقى اديهلك كاش دلوقتي واخصم عليه 15% طب بقى اديهلك مش عارف ايه طب اعمل لي مش عارف ايه يفضل طب رسوم مش عارف ايه يا عم هنفيش كلام من ده بيعقدلك الدنيا انت مفروض اذا كنت جدي في دعم التصدير كدولة مجرد مباب الكنتيرر اتقفل ومشي تديني فلوسي عشان انا دي هتبقى في تمن الكنتيرر اللي طلع ده عشان اعكسه عشان هنفس به التركي والبلاد اللي حوالينا اللي ما شبهنا نعم فيه منافسة منافسة قاسية الدولة بتدعبه هناك بياخد 11% انا هنا باخد 5% بتمصمصين بعد سنين ما بقدرش اعمل تسامه انا محدودة افتكليفته هو بيصدر انما لو انا عارف ان باب الكنتيرر اتقفل خدت فلوسي اعكسها على سعره ويبقى انا بقيت منافس في السوء العالمي طبعا ما تنساش بقى حاجة ان انا لما جيت هنا هو الكلكيع اللي احنا قلناها دي في الاخر انا بشتغل مثلا بعمل شوكولاتة فيها كاكاو استوردته دفعت جمرك دفعت مش عارف ايه كلكيع في الميناء رسوم تأخير رسوم مش عارف ايه تيك 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 بقى كيلو كاكاو حدا حايف عن الشوكولاتة يا مشكلة قد المنافس بتاعي اللي هناك مرة ونص ايه والسكر بتاعي اكتر منه هل السوق الخارجي محتاج الشوكولاتة اللي بتصنعها مثلا شوكولاتة بسكوت كل ده بياخدوا برا طبعا بنقدر ننافس المنتجات الخارجية طبعا طبعا اه يعني صناحات غزاية ايه احنا بنعمل نودلز النهاردة نصدرها نصدر للخليج ونصدر للسودان ونبرز وكلهم كل الدول اللي حوالين اه